ده الأهل المنديالي النهاردة كان خبر مهم جداً الكاس اللي هيتسلم رسمي في الولايات المتحدة الأمريكية ده مرحباً مش مكلمة كان في الحلقة فهو الكاس المنديالي هيجي في زيارة لمصر زي ما كاس العالم للمنتخبات في لف العالم طبعاً في لف العالم كله صحيح فلازم هو الفيفا كان أعلن في شهر مارس اللي فات أن هتقوم جولة على غرار بطولات كاس العالم للمنتخبات قال اللي كاس عام الأندية ده في شهر مارس اللي فات عشان بس ما حالتش قولك أن احنا عشان الاهلة تأهل هيجل الكاس ده ده في مارس اللي فات قبل الاهلة بياخد دورة بطالة أفريقيا ومنجرد ما الفيفا أعلن عن النظام الجديد لـ 32 بطولة فيه كان براغراف باللغة العربية مكتوب أن فيه توجه لدى الكاف لدى الفيفا أن الكاس دي تلف في كل العالم هل عايز أقول بالي الناس قدامنا هل الكاس على الشاشة؟ خدوا بالكم وده الكاس اللي كان بيتسلم دايما في اليابان أو في قطر والإمارات هل ده ممكن نفس الكاس اللي ييجي في القاهرة يوم من 14 ل 17 في براير 20-25؟ مش مؤكد ممكن تكون فيه نسخة جديدة مختلفة لمونديال الأندية لا أنا نفسي يكون نفس النسخة دي عايز النسخة دي؟ اه أنا بحب دايما البطولة تبقى بكاس واحدة مهما اختلفت المسميات لأن دي بتديها قيمة والكاس كمان يبقى معروف قوي يا محمد عند الجماهير يعني الناس يقولون تبقى زي درعة الدورة عندنا يعني شوف درعة الدورة لما تحدث الناس لا اشتقت للدرعة القديمة درعة القديمة اه لكن رغم ان الدرعة القديمة ده كان عليها تحفظات كتير جدا لكن أنا شايف ان تفضل بطولة ان كاس العالم يفضل بالشكل القديمة ده بالنسبة لي أنا شايف ان هو كاس رائع بجد يعني احنا شوفنا عن قرب يعني اكيد انا وانت شوفنا عن قرب اكيد مش في التلفزيونيات يعني انا تصورت به في النادي الاهلي عام 2006 فاكن لما الكاس جيب نادي الاهلي في 2006 لما كان الاهلي بيشارك في اول مشاركات بالضبط كنا ساعتها بنتصور بالكاس بالجوانت الابيض اه بالضبط بالضبط كنا أنا رحت المتحف في كاس عام الأندية في اليابان 2012 كان عامين المتحف وحطين فيه دور كاس دور أبطال أفريقيا اللي فاس بين النادي الاهلي والبطولة كلها فساعتها اتصورت مع كل كاسات أبطال القرار في تاني مشاركة الكاس جيه النادي الاهلي وكان في زيارة رسمية لمصر ذا